بسم الله الرحمن الرحيم قد تمر بنا في بعض المناهج أنواع البيانات فهناك بيانات رقمية وهناك بيانات تماثلية أو ما تسمى بالتناظرية نبدأ بالبيانات الرقمية حيث أنها تأخذ قيما منفصلة محددة لا تتغير عنها كيف يمكن أن أوظف المايكروبيت لشرح هذه المعلومة سأستخدم Digital Button وله حالتين فعند الضغط عليه يكون قيمته 0 وعند عدم الضغط عليه يكون قيمته 1 ونلاحظ أنه مهما ضغطنا على هذا الزر فإن القيم لا تخرج عن هذين الرقمين وهي 0 فهذا الكود البرمج الذي استخدمته أما البيانات التناظرية فهي التي تأخذ قيما متصلة بمعنى أنها لا تأخذ قيما محددة فسأستخدم Analog Rotation لشرح هذه المعلومة فعند إدارة المفتاح فإن هذا الحساس سيأخذ قيما من 1 إلى 1023 فكلما أدرته قليلا نجد أن الأعداد تتغير ولا تثبت على رقم واحد فهذا الكود البرمجي الذي استخدمته ترجمة نانسي قنقر